صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل طلب مني أحد الإخوة ممن يحضر الدرس بأن أحجز له مقعد بجانبي في الصف الأول حيث إنني أحضر قبله بقرابة نصف ساعة وذلك لبعد بيته عن المسجد فهل يجوز لي حجز المكان والحال هذه حجز المكان للغائب لا يجوز أما إذا كان حاضراً وخرج لحاجة إن قالت إفضل المكاني أو ضع به قلمة أو شيء وهو حاضر وخرج لحاجة هذا في حكم الحاضر لا بس أما أنه ما جاء وبيتأخر تحجز المكان وتمنع الناس الحاضرين منه لا يجوز نعم